وابتالي يصبح هذا الفرد تفكيرهم مصبوبا في القوالب الاجتماعية التقليدية لمجتمعه أو لهذا الإطار الفكري العام لمجتمعه فينظر ويفكر من خلالها ويحكم على كل شيء طبعا من خلال معاييرها فالقبيح في مجتمعه مثلا أو القبيح بمعايير مجتمعه يعني قد يكون جميل بمعايير مجتمع آخر والعكس صحيح طبعا تبعا لقيم كل مجتمع وتقاليده التي تربى الناس وتنشأوا عليها وأذكر هنا مثال جميل طرحه الدكتور علي الوردي في أحد أعماله عندما ذكر أن لأهل الأسكمو الذين يعيشون في القطب الشمالي يعني تقاليد خاصة وغريبة منها أن الضيف الذي ينزل في بيت واحد منهم يعني من التقاليد والعادات هناك أن على هذا الضيف أن ينام مع زوجة صاحب البيت يعني فيه فراش واحد طبعا هذه عادة أو هذا عرف اجتماعي عند هؤلاء تربوا عليه وبالتالي يعني لا يجدون فيه مثلا أي نقيصة أو أي حرج أو عيب أو عار مثلا لكن نفس هذا العرف في نظرنا يعني بمعاييرنا هو أمر جنوني أمر غير معقول أبدا لكن ماذا لو فكرنا بالأمر بطريقة أخرى يعني ماذا لو أنك ولدت في القطب الشمالي وتربيت في بيئة الأسكمو فهذا ربما قد تغضب من الضيف إذا رفض النوم في نفس الفراش مع زوجته وربما ستعتبر بأنه قد يعني قلل من احترامك أو لم يقدر حسن ضيافتك ففي نهاية الأمر كما قلت يعني لكل مجتمع عاداته وأعرافه ومجموعة قيمه وأحكامه التي طبعا يعني يأخذ بها أو يسلم بها أغلب أفراد المجتمع